السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون الإملاء تحديدا هذه الحصة تندرج في الأسبوع الأول من الوحدة الثالثة مجال الوقاية من الأخطار المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث إذن عنوان درسنا لهذه الحصة همزة القطع همزة القطع هي التي تنطق سواء كانت في أول الكلام أو وسط الكلام إذن أقرأ أعطى رشدي لعلي دراجته وقال له إنني أحذرك من الإسراع في المنحضرات إذن لاحظوا معي سواء كان في أول الكلام فهمزة القطع تنطق أعطى رشدي لعلي دراجته وقال له إنني هنا في وسط الكلام تنطق أحذرك من الإسراع لاحظوا معي هنا همزة وصل إذن لا تنطق في سياق الكلام أو وسط الكلام في المنحضرات ألاحظ أعطى إنني أحذرك إذن هذه همزة قطع كما قلت تنطق سواء كانت في بداية الكلام أو في وسطه إذن أعطى إنني أحذرك همزة القطع تكتب وتقرأ أول كلام ووسطها إذن أضع علامة في أمام الكلمات التي تبتلئ بهمزة قطع الحي الحي همزة وصل تنطق في بداية الكلام أقصى همزة قطع السياقة سياقة همزة وصل أسبقية همزة قطع أعجب همزة قطع أجاب همزة قطع اركب همزة وصل أمسك همزة قطع استعمل همزة وصل إلى همزة قطع السرعة همزة وصل أصيب همزة قطع الذي همزة وصل أن همزة قطع أثناء همزة قطع إذن الكلمات التي تبتلئ بهمزة قطع أقصى أسبقية أعجب أجاب أمسك إلى أصيب أن وأثناء أكمل بهمزة قطع أو وصل إذن أ إ أو همزة وصل عندما أركب إذن أركب همزة قطع تنطق في وسط الكلام دراجتي أرتدي خودتي وأفحص همزة قطع أفحص الفرامل هنا همزة وصل لا تنطق في وسط الكلام وأمسك همزة قطع همزة قطع المقودة جيدا وأنتبه إلى سيارات همزة وصل وأحترم الضواء همزة قطع وإشارات همزة قطع إشارات المرور همزة وصل لا أسرع إذن همزة قطع في سيري وأعطي همزة قطع الأسبقية للراجل همزة وصل لا تنطق في وسط الكلام إذن أعيد القراءة عندما أركب دراجتي أرتدي خودتي وأفحص الفرامل وأمسك المقودة جيدا وأنتبه إلى السيارات وأحترم أضواء وإشارات المرور لا أسرع في سيري وأعطي الأسبقية للراجلين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر